وأن كان المشهد الختامي لوجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة استمرت الزيارة دي لمدة ثلاثة أيام المشهد الرئيسي كان مبارح في اللقاء على المستوى الرسمي سواء على المستوى السياسي أو على مستوى المؤتمر الصحفي أو على المستوى الاقتصادي والاتفاقيات اللي تم توقعها في النص الثاني من النهار في التجمع الاقتصادي المصري الفرنسي لكن المشهد الأخير النهار ده كان المغادرة مغادرة الرئيس الفرنسي وكان فيه وداعه رئيس الجمهورية لكن كمان كان فيه مشهد مهم النهاردة قبل مشهد السجادة الحامرة والبروتوكول الخاص بمرسم المغادرة وهي أنه النهاردة كان الرئيس الفرنسي بيقابل البابا في الكاتدرائية وبيقابل شيخ الأزر ده كان فيه بداية اليوم النهاردة فرنسا بتشتغل أو السياسة الفرنسية بتشتغل بشكل مختلف شوية أو بشكل بيبقى دائما مرتبط بالثقافة وبالمجتمع مع الاهتمام بالسياسة هما شغلوهم وخصوصا فيما يرتبط بمصر بيبقى أكثر شمولا الناس دي بتتعامل مع مصر بشكل مختلف تماما عن الأماكن الأخرى والنهاردة كان اللقاء اللي تم زي ما يقوله حراكم هي زيارة يعني إيه حصل فيها كل حاجة على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الثقافي وعلى المستوى الآثار أنا كنت سعيد جدا أنه دفعتي وزير الأثار طبعا هو أخذ أصلا ده أصغر واحد خد طايتل أو لقب فارس بالفرنسية خالد علان وزير الأثار اللي كان مرافق للرئيس الفرنسي وأكثر واحد بقى يشرح له الجداريات ويشرح له الأثار المصرية النهاردة كان فيه لقاء لمدة 45 دقيقة استمر في المطار كمان على المستوى الثنائي المصري فرنسي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس الفرنسي ماكرون زي ما قلت لحراكم في المشهد الأخير لزيارته للقاهر